مرحبا فيكم يا أصدقائي رحلة جديدة مغامرة جديدة واليوم في الطنبول رح نزور بعض الأماكن الحلوة المميزة مع الشلة والصحبة الطيبة الأصدقاء الجدود تعرفنا عليهم من خلال تطبيق شاول شيرفن نحبركم عن هذا التطبيق لاحقا إن شاء الله نحن التطبيق لاحقا إن شاء الله تخيل أن هذه القلعة الشاهقة الضخمة مترامية لأطراف في أسوارها العامية تم بنائها خلال ثلاث سهور بس كيف؟ خلينا نشوف مع بعض كيف؟ هذه المدافع تحكي قصة هذه القلعة جديدة القلعة تم بنائها عام 1452 ميلادي على عيد السلطان محمد الفاتح أيام الدولة البيزنطية والهدف من هذه القلعة هو قطع الإمدادات العسكرية اللي كانت تيدي لتزويد البيت البيزنطي بهذه الأيام طبعاً موجودة بموقع التراتيدي مهم جداً على مضيق البسفور وطبعاً تم بناء هذه القلعة خلال ثلاث سهور بس وندحو بعملية الفتحة القصة الطينية لما كانت في الطنبول هذي كانت يسمى القصة الطينية المكان حلو جداً يا جماعة أنا بنصح لجيارته ما عادة الكبار بالعمر لأعمارهم فوق ثلاثين سنة ما يدوا لأنه متحف كله طلوع أعمار صغار بالعمر زي أنا أكيد رح يستمتعوا وما يتعبوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً طبعاً اتعرفت على بعض الأصدقاء من خلال التطريق اتمو كاوك سيرفن مرحباً مرحباً من لبنان من هولندا من اندونسيا من ستاينة ترجمة نانسي قنقر مرحباً 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة